بعد تأكيد مقتل الزعيم الروحي لحركة طالبان تم تعيين الملة أخطر منصور خلفا له على رأس الحركة فهل ستطوى رسميا صفحة زعيم طالبان التاريخي التفاصيل مع ويداد حمدي بعد أن تضاربت الأخبار لأكثر من سنتين حول المصير المجهول لأمير ومؤسس طالبان ها هي حركة طالبان أفغانستان تؤكد الخبر بإصدارها بيانا أكدت فيه وفاة زعيمها الملة محمد عمر بسبب المرض من غير أن تحدد تاريخ وفته إن حركة طالبان سوف تتفكك إلى فصائل وسوف يكون من الصابي جدا الحفاظ على قوتها المتماسكة التي كانت موجودة منذ متصف التسعينيات طالبان التي باتت تعيش على خطر الانقسام والتفكك في فسائلها الداخلية بعد خلافات حادة لأجنحتها عينت الأخطر محمد منصور زعيما جديدا لها بانتخابات في مجلس الشورى الذي عقد خارج كويتا إن الاتفاق على إجراء مزيد من المناقشات يعتمد أيضا على قوة الملة أخطر منصور لأنه هو الشخص الذي يعتقد عناصر طالبان أنه يستحق مطالب ممتلي طالبان في إسلام بات لإجراء مناقشات بيان طالبان أن الملة محمد عمر الذي لم يظهر عالا منذ 2001 بقي في أفغانستان في السنوات الأربعة عشر الأخيرة وبتأكيد خبر موت الزعيم الروحي لطالبان قد تصبح أفغانستان من جديد ساحة جديدة لتنظيم القاعدة أو ربما ساحة أكبر لداعش التي تسعى كل منهما إلى وراثة تركته لا